أعلنت هيئة قناة السويس انتظام حركة الملاحة بالقناة مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب التوترات الجارية في البحر الأحمر وتدرس مدى تأثيرها على حركة الملاحة بالقناة وذلك في ظل إعلان بعض الخطوط الملاحية عن تحويل رحلاتها بشكل مؤقت إلى طريق رأس الرجاء الصالح وأشارت الهيئة إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من التاسع عشر من نوفمبر وحتى اليوم وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة هذا وأوضحت الهيئة أن قناة السويس شهدت اليوم عبور 77 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 4 ملايين طن من بينها بعض السفن التابعة لخطوط ملاحية أعلنت تحويل رحلاتها مؤقتا عن قناة السويس مؤكدة أن القناة ستظل الطريق الأسرع والأقصر حيث تصل معدلات الوفر للرحلات المتجهة عبر قناة السويس بين قارة آسيا وأوروبا من 9 أيام إلى أسبوعين وفقا لميناء القيام والوصول